وكأن الشعب العراقي لم يقاطعها بنسبة تجاوزت 80% عام 2018 وبأكثر من ذلك حتى قاربت 90% عام 2021 حتى تعيد الأحزاب المتسلطة لعبة الانتخابات من جديد في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة صور المرشحين تملأ الشوارع وجولات الأحزاب لا تهدأ بعد افتتاح سوق المساومات وحدة الصراع تزداد للاستحواذ على المقدرات المخصصة للمحافظات تحت مسمى السباق الانتخابي الديمقراطي الإطار التنسيقي ومن دار في فلكه بعد أن استحوذ على الحكومة يحاول تعزيز هيمنته بتحقيق مكاسب أكبر في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لذلك وكما كشفت مصادر بدأ بتهيئة الأجواء بعقد تحالفات جديدة وضرب أي خصم طارئ وإن كان غير قوي تحسبا لأي طارئ على الساحة مثل ظهور التيار الصدري الذي أعلن مقاطعته للانتخابات لكنه رغم ذلك قد يغير رأيه لأنه كما اعتاد عليه متابعوه يسخن المشهد في كل انتخابات ثم يتمخض عن بال فارغ كما يصفه مراقبون ومع اقتراب موعد الانتخابات تزداد التصريحات حول جدوى نتائجها وتأثيرها على القطاع الخدمي المنهار بشكل خاص تصريحات النواب تكاد تجمع على فشل هذه الانتخابات واستحالة قدرتها على جذب أنظار المواطنين فهذا النأب على الركاب يعترف أن الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة وأنها إحدى بوابات الفساد ولم تنتج شيئا إيجابيا فيما يقر سياسيون آخرون بأن المواطن العراقي مل من الشعارات الانتخابية الفارغة والوعود المتكررة الكاذبة ولا يعول على تغيير المؤثر في ظل نظام المحاصصة انتخابات مجالس المحافظات لن تكون أقل مقاطعة شعبية من سابقاتها وهذا ما تدركه الأحزاب تماما لكنها تستغل الحملات الانتخابية والتحضير لها لسرقة المال العام أما النتائج فهي محسومة سلفا